أيتها السويد أيها السويديون يا أصدقاء السويد في القلب بلادنا ليست في حالة جيدة لنقلها بلطف عالمنا ليس في حالة جيدة بعبارة بسيطة إنها تتجه نحو الدمار ولدت عام 1979 في واحدة من أكثر البلدان أمانا وثراء في العالم الآن بعد مرور نحو خمسة وربعين عاما فقط أضطر لتربية ابن البالغ من العمر عشر سنوات في شيء يشبه إلى حد كبير الغرب البري بلد مكسور متفتدت غير آمن وخطير الأعمال العنيفة والتفجيرات تحدث بمعدل لم يحدث من قبل الأبرياء يدفعون بأرواحهم العنف يخيف الشعب بأسره والخوف وعدم الأمان الذي نشعر به جميعا بالفعل ليس بدون أساس العديد من الأرواح البريئة قد انطفأت إلى الأبد المزيد من الأرواح قد دمرت في هذه الأعمال العنيفة الوحشية الأرواح التي انطفأت والتي دمرتها الجريمة المنظمة الواسعة الانتشار ولكن أيضا الأرواح التي انطفأت بفعل تقدم الإسلامية في السويد وأوروبا قتل اثنان من السويديين في بروكسل مؤخرا فقط لأنهم كانوا سويديين لأنهم ارتدوا ألوان السويد قتلوا على يد إسلامي مهاجر غير شرعي ليس لديه الحق في البقاء في أوروبا أصلا هناك العديد مننا يتساءلون كيف يمكن للأمور لأن تصل إلى هذا الحد كيف يمكن للسويد أن تتحول إلى شكل لا يمكن التعرف عليه في بضعة عقود فقط يجب علينا أن ندرك أن عمليات إطلاق النار والتفجيرات جميعها هي فقط قمة الجبل الجليدي إنها أعراض لشيء أعمق بكثير شيء تسامح به المجتمع لعقود إنها أعراض يجب مكافحتها بكل القوة التي يمكن أن يجمعها مجتمعنا لكن إذا كنا نريد في المقام الأول أن نستعيد البلد الآمن الذي أتذكره أنا وكثيرون منكم بعد الآن فإنه يجب علينا قبل كل شيء التصدي للهيكليات المجتمعية التي تغذي العنف الوحشي إجابتي على التساؤل عن إسباب تفاقم الأمور إلى هذا الحد بسيطة نوعا ما إنها تعود إلى السياسة غير المسؤولة وإلى السياسيين غير المسؤولين هجرة ضخمة مرتبطة بطالبي اللجوء من أجزاء بعيدة ثقافيا من العالم على مستوى لا يوجد له مثيل في باقي أنحاء أوروبا إنعدام كامل للمشترطات حيث يتم الحصول على الحقوق والحريات والحصول على الرفاهية والخدمات العامة دون أي مشترطات للتصرف الجدير بالمقابل سياسة عقابية متراخية حيث كانت تركيز على الاحتياجات والاهتمامات الفردية للجاني بدلا من حق الضحية في العدالة والتعويض وحق المواطنين الذين يلتزمون بالقانون في الحماية من الأشخاص الخطرين تلك العوامل المجتمعية الثلاثة مجتمعة هي السبب فيما نراه الآن لا شك في ذلك بالتأكيد إن العوامل الناعمة لها تأثير على كيفية تطور المجتمع يتفق معظم الناس على ذلك لكن كل من يعتقد أن مشكلاتنا الحالية تتعلق بمثل هذه الأمور بالنسبة لنقص المدارس والأماكن الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية يكونون حتما لم يلاحظوا كيف تعمل رفاهيتون وشبكتون الاجتماعية إنها وكانت لفترة طويلة من بين أكثر الأنظمة سخاء في العالم بأسره وعلى الرغم من ذلك وبالرغم من أننا نواصل سكب المليارات على ما يسمى بالمناطق الإشكالية عاما بعد عام فإن الأمور لا تزال كما هي في بلادنا وعلاوة على ذلك فهناك اتجاه نحو التدهور يقال إن الاندماج يجب أن يتحسن بصراحة هذا ما نسمعه منذ نحو ثلاثين عاما منذ أن بدأنا بسياسة الاندماج النشطة في منتصف التسعينيات رأيي هو أن الاندماج بالمعنى اللي يعني أن القادمين الجدد يتكيفون مع السويد والمجتمع السويدي كان يعمل بشكل أفضل بكثير قبل أن نتبنى هذه السياسة وهذا يعود في الأساس إلى ثلاث أسباب حينها كان هناك عدد أقل بكثير من المهاجرين كانوا قادمين من بلدان أقرب جغرافيا وكانوا مضطرين للتكيف والاعتماد على أنفسهم الاستنتاج هو أنه إذا تم إدارة سياسة الهجرة بشكل جيد فلن نحتاج إلى سياسة اندماج السؤال الذي يجب أن يطرحه كل سياسي مسؤول اليوم هو كيف ندمج مئات الآلاف من الأشخاص الذين من الواضح أنهم لا يرغبون في الاندماج أنا ألتفت هنا والآن بشكل خاص إليك إذا كان لديك أصول في جزء آخر من العالم السويد هي في كل الأوجه بلد الفرص لدينا تعليم مجاني طوال الحياة رعاية صحية عامة تأمين أبوي سخي وشبك رعاية اجتماعية متطورة بشكل عام بالنسبة لمن هم الصحاء وقادرون على العمل من الصعب أن يلقوا باللوم عن فشلهم على المجتمع قليلة هي الدول في العالم التي تمنح الشخص الفرصة الأفضل لحياة جيدة وأدعي أنها ما زالت كذلك بالرغم من عقود من الفشل السياسي الذي جعل بلادنا أسوأ ماذا يمكن وماذا يجب على المجتمع أن يفعل المسؤولية تقع في النهاية على عاتقنا على عاتقي وعلى عاتقك قم بواجبك اطلب حقك أستطيع أن أتحمل مسؤوليتي عن اختياراتي الخاصة أستطيع أن أتحمل مسؤوليتي عن أطفالي ولكنني لا يمكن أن أتحمل أو أرغب في أن أتحمل مسؤولية أن تتبنى سلوك البلد الذي جئت إليه وتكيف نفسك مع السويد أن تحصل على وسيلة دخل خاصة بك أن تتعلم اللغة السويدية بوضوح أن تفهم وتحترم كيف يعمل بلدنا أن تفهم وتحترم القواعد والقيم التي بنت مجتمعنا جيلا بعد جيل أن تفهم بشكل عام أنك قد وصلت إلى بلد جديد بلد السويديين بلدنا وأنك هنا لا يمكنك أن تستمر في العيش بنفس الطريقة التي اعتدت عليها في وطنك أن تعاملانا وبلدنا وطننا وبيتنا وطبيعتنا وتقاليدنا وعاداتنا وقوانيننا وثقافتنا بنفس الاحترام الذي ترغب في أن نظهره في وطنك أن تظهر امتنانك للفرصة التي منحناها لك نحن وبلدنا ليس لدي لا القدرة ولا الرغبة في أن أتحمل المسؤولية بدلا منك في أن تفعل هذا هذه مسؤوليتك كضيف في بلادنا العديد من الذين لديهم أصل أجنبي قد فعلوا ذلك بذلوا جهدا وبذلوا قصار جهدهم للاندماج والمساهمة في المجتمع السويدي وقاموا بتربية أطفالهم ليصبحوا سويديين أنا ومعظم السويديين ممتنون لذلك قد ساهمتم في جعل بلادنا أفضل شكرا أقصد ذلك حقا للأسف هناك أيضا العديد من الذين لم يتحملوا هذه المسؤولية ربما قد أتيتم إلى هنا فقط للقيام بأعمال إجرامية ربما قد أتيتم إلى هنا للعيش على المساعدات للعيش على الأموال التي جمعها السويديون العاملون بالكد والتعب في صندوق الضرائب المشترك ربما قد أتيتم إلى هنا لأنكم بحاجة إلى الحماية الحماية من الحروب أو الاضطهاد وتعتقدون أنكم يمكنكم العيش هنا مدى الحياة دون التكيف والمساهمة لماذا ستتكيفون ما دام هناك الكثير من مواطني بلدكم في نفس المنطقة السكنية إنها تشبه البلد الأصلي تماما ولا يتعين عليكم حتى العمل ربما تكونون سعداء هنا لكن الحنين إلى البلد الذي قلتم أنكم اضطررتم للفرار منه قوي جدا مما يجعلكم تذهبون إليه للاستجمام عدة مرات في العام أو أن الحنين قوي إلى درجة أن تطالبوا بأن تصبح السويد أكثر تشابهاً مع الوطن الذي اضطررتم للفرار منه أنتم تطلبون منا نحن السويديين أن نتكيف مع عاداتكم أن نتكيف مع وجهة نظر ثقافتك للحكم على الصواب والخطأ أن نخضع لأوامر إلهك وكتبك المقدسة وأنه يجب علينا تغيير قوانيننا وتغيير طريقة حياتنا لنجعلك تشعر وكأنك في بيتك ربما تعتقد أن السويد مكان مناسب لك لخوض الصراعات التي جلبتها معك من وطنك أن بعض أعدائك قد انتقلوا إلى هنا أيضا حتى تتمكن من مواصلة حربك في شوارعنا ربما تعتقد أن الفتيات السويديات عاهرات طليقات ولديك الحق في اغتصابهن أو أن الصبيان السويديين هم أطفال صغار مدللون يمكنك سرقتهم وإذلالهم قد تشعر أن السويد هي منصة ممتازة بالنسبة لك لإظهار مدى سعادتك وفخرك بأن مواطنيك قد ذبحوا للتوميات المدنيين ذبحوا الأطفال والنساء والرجال في عمل إرهابي وحشي سأكون مستقيما وصادقا تماما لا أعتقد أنك يجب أن تكون هنا بالنسبة لي أنت غير مرحب بك في السويد أعتقد أنك يجب أن تفكر بجدية في الانتقال إلى مكان آخر لماذا لا تعود إلى بلدك الأصلي حيث الأرجح أنك ستكون أكثر راحة أيها السويديين يا أصدقاء السويد بلادنا ليست على ما يرام إذا كان ينبغي علينا أن نكون قادرين على إعادة بناء السويد الآمنة والمتماسكة وطنا صالحا لجميع المواطنين علينا أن نتصدى لجذور ما يجعلنا منقسمين وغير آمنين هذا أيضا أفضل ما يمكننا فعله من أجل بقية العالم من أجل أوروبا والعالم الغربي بشكل عام يجب أن تتوقف السويد عن أن تكون مثالا سيئا وتصبح بدلا من ذلك بلدا رائدا مرة أخرى بلدا اتخذ قرارا بطرد المجرمين والإسلاميين والباحثين المخربين عن السعادة بلدا كان في وضع سيء للغاية لكنه نهض وواجه التحدي الصراع الحقيقي اليوم ليس بين الرجال والنساء وليس بين الشباب والشيوخ وليس بين الأغنياء والفقراء الأمر الحاسم اليوم ليس ماذا تعمل أو أي تعليم قد حصلت عليه أو من تحب أو حيث والد أو حيث ولد والداك الصراع يكمن اليوم بين الذين يسهمون بشكل بناء والذين لا يسهمون على الإطلاق يكمن بين الذين يسعون والذين يفسدون بين الذين يبنون السيارات والذين يحرقونها أريد أن تقوم كل القوى الجيدة في السويد ببناء الوطن الجديد والحديث معا أريد أن تستمر السويد في أن تكون بلدا منفتحا على الفرص بلدا آمنا ومتماسكا ومزدهرا يمكن لجميع السويديين أن يفخروا به من جديد وهذا يتطلب منا أن نجرؤ على الحديث وعلى مواجهة الأخطاء السابقة أن لدينا القوة والإرادة للمطالبة بالمسؤولية هذا يتطلب منا أن نجرؤ على تحدي الحقائق القديمة وتجربة حل جديد في واقع جديد أن لدينا الشجاعة للوقوف معا والثبات حتى عندما تهب العواصف أيتها السويد أيها السويديون يا أصدقاء السويد لم أعدكم وعدا بالذهب ولا بالغابات الخضراء لم أدعي أبدا أن هناك حلا سريعا وسهلا لمشاكل عصرنا الكبيرة والخطيرة على العكس من ذلك سيستغرق الأمر وقتا لتنظيف الفوضى التي نجمت عن الإدارة الفالتة والمدامرة في العقود الأخيرة والتي قد تكون أيضا مغرورة وساذجة سيستغرق الأمر وقتا ولكننا سنعكس هذا التطور معا كأصدقاء للسويد في القلب ترجمة نانسي قنقر